يا أهلا وسهلا إزا حضراتكم آه إحنا هنتكلم عن العربيات جدا للنحط خلونا الأول نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الستوديو دكتور طارق عوض المتحدث بإسم المبادرة رئسية لإحلال السيارات وقد نجد عنده بعض الحلول ست المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات منورنا ومن المزوعة الرجل منحاز للمستهلك والتاجر اه الله لتنلف عيوننا يعني طيب خلوني يمكننا هبدأ بعضو اليمين ست المستشار الناس في مصر جزء منهم تعب وجزء منهم أصبح ما عندوش ملاقة ملاية يشتري تمام وأظن أظن ده يخلق حالة من حالات الجمود في السوق حصل هنعمل إيه شوف لازم إحنا نعمل توعية ولازم نعمل توضيح للمستهلك ولازم يفهم حاجات مهمة جدا المستهلك بيصحى الصبح بيفتح الفيس بيفتح مواقع التواصل الاجتماعي يسمع غلاء والأسعار سعرها غالي وارتفاعاته والآخره أنت يعني لو حضرك تابعت على مدار أربع أو خمس سنوات جميع اللقاءات التلفزيونية اللي طلعت فيها أو التصريحات الصحفية أنا أسامة بالمجد ضد الأوفر برايس على طول الخط صحيح ولكن ولكن هو يعني لما تيجي تفسر كلمة أوفر برايس ما فيش حاجة في العالم اسمها أوفر برايس خالص كلمة دي ده 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 لفظ خطأ مية فيه سلع أين كانت السلع سعرها بيزيد أو سعرها بقل مزبوط اللي بيخليها تزيد وتقل هي العرض والطلب قليات العرض والطلب ده حاجة ربنا خلقها في الكون الدهب في يوم الأيام حضرك اشتريته بمئتين جنيه واشتريته بربع مئت جنيه تذكرت الطيران أنا بسأل سؤالي يعني التذكرة للسعودية بيكام دلوقتي وبكام كمان خمستاشر يوم وبكام في مسم الحج ببساطة ببساطة يعني فيه قليات للعرض والطلب كل ما زاد الطلب أكيد مية في المية السعر بيزيد طب فما بالك بقى لما يزيد الطلب وما فيش السلعة بيزيد زيادة جدا ده الوضع الحالي إحنا العالم أجمع بيمر بأربع أزمات عالمية قهرية استثنائية اللي هي واحد كورونا أثرت على الصناعة في العالم مش السيارات بس تتفق معي اتنين مشكلة الضخمة المايكروشيبس اللي حضرتك وكل العالم عارفها وإقلاع أكبر مصنعين للشراعية الإلكترانية من خطوط إنتاج للسيارات مأثرت ولا مأثرتش تلاتة حرب روسيا وأوكرانيا وروسيا اللي بتمدي ستة وعشرين دولة في الاتحاد الأوروبي بالغاز للمصانع اللي بيصنع السيارات وغير السيارات يأثر على الإنتاج ولا مأثرش وأخيرا الفيدرالي الأمريكي اللي تحرك مرتين في شهر واحد بيأثر على اقتصادات كل الدول يأثر ولا مأثرش في ظل المناق ده كله لما يطلع واحد يقول لي لا ده المفروض العربات سعرها ما يزيتش ولو أنت بتهذر أو أنت مش متطلع روح شوف حضرتها كل الدول على مستوى العالم دول الاتحاد الأوروبي نفسه دول الخليج اللي هي فيها موارد ضخمة جدا جدا سواء حج وعمرة دهب بترول لها موارد قوية جدا جدا وحتى مش دخلين في مشاريع عملاقة ومشاريع يعني البلد بتتبني من أوله جديد البلد بالكامل بتتبني من أوله جديد ففي ظل هذا المناخ يجي واحد يطلع يهزر يقول لا ده المفروض الأسعار ما يزيتش ده أي كلام ولكن أنا ضد إيه ضد الزيادة الغير مبررة أو الزيادة المبالغ فيها زيادة مبالغ فيها أنا ضد ده كويس؟ يعني فيه توكلات زودة أسعارها فيه توكلات يمكن من قبل العيد وإحنا شايفين فيه توكلات زودة أسعارها أوكي مفيش مشكلة أنك تزود سعرك على فكرة خالص حضرك شوف جميع السلع من أول السلع الاستراتيجية لغاية السلع الترفيهية والكمالية جميع السلع الزيادة اللي فيه تضخم على مستوى العالم بس فيه نقطة تفضل الدولار مثلا يزيد النهاردة ألاقي الوكيل والموزع خلاص بقى السلسلة كلها زود بكرة الصبح السؤال بقى هو أنت بتزود على الايه؟ هو أنت لسا استوردت حاجة؟ أنت بتبعلي من المخزون اللي انت شريع على سعر الدولار الجمروكي كذا اللي انت شريع على سعر يورو كذا اللي انت شريع على سعر يين كذا يوان كذا بتزود على الايه؟ أنا هسألك السؤال مهم هنرد على السؤال بسؤال مش بإجاب حضرتك معك عربية النهاردة انت اشتريتها السنة اللي فاتت بـ 250 ألف جنيه زادت أسعار العربيات النهاردة عربيتك اللي انت اشتريتها السنة اللي فاتت بـ 250 ألف جنيه النهاردة هي سعرها السوقي 300 ألف جنيه يعني حضرتك استخدمتها سنة وسعرها زادت 50 ألف جنيه حضرتك هتباحها السعر العادي لانك تباحها بـ 200 ألف جنيه حضرتك يوسف الحسيني هتباحها بـ 200 ألف جنيه خارجي اقتصاد ودراسات جاب عم رحم ما بتبقى كده التاجر هقول لبقى حتى كلام تجار التاجر بيقول لك ان رأس مالي بضاعة وبالتالي لازم عالي السعر عشان اعرف ابيع البضاعة بسعر كويس عشان اقدر اجيب نفس الكمية هي هي بعد كده لك اللي وانا فضلت ببيع بنفس السعر فانا هضطر اجيب عربيات اقل انا عندي في المخزن تمانين عربية عايز اشتري قدامهم تمانين عربية يا مؤمن انا شاري العربية مثلا بعشر تلاف دولار فانت شايف انه هي سعرها زاد فهتبقى احداشر الف دولار مثلا فقوة صحيح عدد العربية الا كان انت كان عايز تكسب مني الدبل يعني انت عايز تكسب مني في سعر العربية بعشر تلاف وبعدين تروح حططلي عالية تقول لي اصل العربية زادت بقى احداشر فنكسب تاين يا ريت التاجر يعرف حتى مش يكسب الدبل يكسب النهاردة في التوقيت ده او على مدار من 2019 يكسب حتى اللي يغطي مصاريفه قطاع السيارات يشهد كمية من المزايدات حضراتك لا تتخيلها ويشهد كمية من القرارات العشوائية المميتة ماشي وقطاع ده قطاع ضخم جدا قطاع ده بشتغل فيه اكتر من مليون ونص نسمة ده غير اثارهم حلو ما ينفعش لو انا سردلك كمية القرارات اللي في هذا القطاع اللي فعلا محتاج اعادة النظر حضرتك ده انبهر ان القطاع مهم جدا اول حاجة من حيث موارد للدولة من حيث تصنيع احنا عندنا 19 مصنع سيارات ماشي من حيث التصنيع وتشغيل عمالة ولا اخره وتطوير من حيث نحية تجارية وموارد للدولة من جمارك من تأمنات من موظفين من ضرائب من استهلاك كهرباء من 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 احياء من 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 مرور قطاع ضخم جدا والله 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 محتاج التعامل مع قطاع السيارات الحذر مش مرة الف مرة عشان اي قرار بيأثر تأثر لا تتخيلوا طيب انا هستقل اذا حدك عايز انتقل لدكتور طرق عوض متحدثا باسمها مبادرة رئيسية لإحلال السيارات هل نفس الوضع الحالي اللي احنا بنتكلم فيه والاربع عوامل اللي اتكلم عليها سادة المستشار اثرت على مسألة الإحلال ولا لا؟ بطبيعة الحال المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات هي جزء من السوق المحل لأن المشارك في المبادرة شركاء المبادرة من شركات السيارات هي شركات وطنية تعمل داخل جمهورية مصر العربية ولكنها تحمل مركات عالمية وبالتالي الشركاء المبادرة من الشركات بيتأثروا بأسعار السوق المحلي اللي هم مرتبط أيضا بأسعار السوق العالمي وبالتالي بالفعل هناك تحريك للأسعار داخل المبادرة ارتباطا بأسعارها خارج المبادرة ولكن في حدود نقول حدود آمنة بمعنى أن المبادرة ما زالت تحتفظ داخل أسعارها ببعض التخفضات عن السعر في السوق خارج المبادرة نتيجة التيسيرات والتسهيلات والدعم اللي الدولة بتقدمه للمشاركين في المبادرة وعلي أن أنا أروح وأخذ عربية من العربيات بتاعت المبادرة هتقف علي أرخص من أنا أروح أجيب العربية وبعدين أوديها يتعمل لها التعديل التقني اللازم عشان مثلا تعمل بالغاز بالظبط يعني مبدئيا نقول أن من التسهيلات والتيسيرات اللي داخل المبادرة أن هناك المواطن بيحصل على تخفيض مبدئي في سعر السيارة وهذا التخفيض احنا بنحصل عليه من الشركات المنتجة للسيارات مباشرة بمعنى أن سمن السيارة الكاش داخل المبادرة أقل من مسئلتها خارج المبادرة بنسب متفاوتة حسب الموديل وحسب الشركة الأمر الثاني أن المواطن بيجد أن هناك تسهيلات ائتمانية بيتح حليل جهاز المصرف بقيادة البنك المركزي هذه التسهيلات أولا أن المواطن بيجد أن هناك بنك يقرض سمن السيارة بالكامل مش جزء مش جزء وأيضا بيزيل أعباء عن المواطن مثلا في أنه يقدم جزء من مقدم للسيارة مثلا مثلا ما يحدث خارج المبادرة لا داخل المبادرة ما فيش أي مقدمات الأمر الثاني أنه أيضا هذا القرد بيتحليه بدون ضامن خارج المبادرة لا بد من جزء ضامن إلى جانب أن الجهاز المصرفي بيتيح هذا القرد بفائدة سابتة ومخفضة جدا قدرها 3% وهذه 3% أيضا موزعة لعدد الأقصاط والشيء بشيء يذكر أن الأقصاط داخل المبادرة بتكون إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب القدرة الاعتمانية للمواطن وحسب اختياره وده طبعا غير متاح أيضا خارج المبادرة الأمر الثالث أن المبادرة بتتيح للمواطن وصيقتين تأمين أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن هذه الوصائق أيضا مخفضة السمن حوالي 50% عن أسعارها خارج المبادرة الشيء الرابع أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتتيح للمواطن ما يطلق عليه الحافز الأخضر هذا الحافز هو مقدم للسيارة الجديدة بتسدد وزارة المالية مباشرة إلى شركة السيارات نيابة عن المواطن وهذا الحافز بيقدر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10% من سمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه في حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه وفي حالة الميكروباس 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه إلى جانب أن المواطن بيتسلم سيارته الجديدة محملة باستوانة الغاز الطبيعي دون تحمله أي عباء تركيب هذه الاستوانة مثل ما يحدث خارج المبادرة أنا عشان فيه في مخي حاجة كده هسأل عليها بعد شوية تكون متعلقة بأنه إزاي المبادرة تقدر تحرك عملية البيع لدى التجار بس الأول أرجع له ستة مستشار أسامة بالتأكيد بالتأكيد أنا عايز أحافظ على المصالح العامة للتجار بتوع السيارات اللي قلنا أن احنا بنتكلم على ناس تقريبا بتصل إلى مليون ونص لو دربتها فاربع يعني ستة مليون بني آدم لو كل واحد وأسرته يعني بالمتوسط ستة مليون بني آدم أنا مش عاوز أضروهم تحت أزارهم الظروب بس كمان أنا مش عاوز أضر بقية المئة مليون المستهلك اللي هو هفترض أنهم تقريبا يوازوا حوالي 25 أو 30 مليون أسرة في مصر الله يبارك لك يا رب طيب هستأذن هطلع للفصل وحاول أفهم منك إحنا هنقدر إزاي نشتغل على إيجاد توازن سعري لأنه أظن وصحنا هنا هلطار هيبقى فيه تكدس عربيات فيه عربيات داخل الميناء تكدس آه فيه عربيات داخل الميناء بكلمة صعبة خاصة أو موجودة في الميناء هتبعوها إزاي ما هو ده بقدر لي خوف عربيات أنا مش عارف العدد أنا بر أريد أنا هروح للفصل سنقولك المعلومة في السريع كده أنا أريد تقرير صحفي ما بيقول إيه 29 ألف عربية موجودة في المواني المصرية غير صحيح دول لو نزلوا السوق هيتبعو طيب نروح للفصل ونرجع مرة تاني أهلا بحضراتكم مرة تانية خلونا نجدد ترحيب بضيوفنا الأعزاء سات المستشار أسامة بالمجد ودكتور طارق عوض منوارنا وكنا عندي سات المستشار وكنت بقول على مسألة الأرقام اللي بتتقال فيه إنه عربيات موجودة في المواني بعض التقال الـ 29 يون اللي قال طمم تشار واللي قال كذا 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 المهم أن أنا عندي كمية عربيات كبيرة هل العربيات دي لما يخلص كل أوراقها وتدفع كل الرسم ودخل السوق إحنا كده مش هنواجه بأزمة كبرى بقى كتجار خدتنا بقى صف التجارة أو أزمة كبرى كتجار أنا مش عارف أعمليه بالعربيات ما فيش ملاقة ملاية عند الزبون العربيات دي ما تكفيش 15 يوم يعني الناس الرقم اللي موجودة فندب الرقم اللي موجودة ما يتكفيش بالزبط 15 يوم أوكي كويس الرقم اللي موجودة يعني أنا عندي رقمين فيه رقم خارج من مصلحة الجمالك 18 ألف عربيات وأنا كنت النهار ده كنت نفس مصلحة الجمالك وفيه رقم خارج من السيادة اللي هو عبد الرؤوف أحمدي اللي هو رئيس الرقابة الصناعين كنت في اجتماع معي كان أربع ساعات مبارح وراجل محترم جدا ودقوب في عمله جدا جدا وقال تقريبا هم 12 ألف عربية كايز أي أن كان 12 ألف عربية أو هم 18 ألف عربية في كلتا الحالتين دول ما يكفوش في مصر 15 يوم احنا احنا القوام بتاع مصر تقريبا في أضعف الحالات 240 ألف عربية مبيعات سنوية اه في أضعف الحالات كايز فعايز أقول لحضرات دول مش مش هعملو حاجة ماشي ولكن احنا عندنا مشكلة ما هي أكبر من كده اللي هي ايه طب بعد ما دول يتباعوا هو على مستوى العالم حضراتك طبعا مطلع على اللي بيحصل برة ومطلع على كل المصانع على مستوى العالم تقني يعني مش احنا بس جايز بعد العربية ديت ما تتباع اه إيه اللي جاي هل في عربيات حضراتك شاي برة في عربيات بيش فريكات كبيرة أنا أوقف انتاج دلوقتي لحد من الحرب تخلص أنا مش عايز أقول أسامي يعني طبعا لو عايز أقول أسامي ممكن أسردلك أسردلك أسامي كتير جدا أما شركات قالت بشكل رسمي أنا وقفت انتاج لحد من الحرب تخلص بص انت عندك إيه عندك الحرب وعندك المايكروشيبس وصيبك من كورونا خالص وعندك التحرك اللي حصل كل ده عالميا غير عندنا بعض القرارات الداخلية اللي بتشكل قيود على الاستراد اللي بتشكل قيود على الاستراد الموازي ماشي رمانتي الميزان زي بقوله كل دي هذا المناخ يسمح ان النهاردة يكون فيه أي درجة من درجات المنافسة لأ هل النهاردة مفيش عربيات على مستوى العالم طب احنا بنعمل يعني احنا احنا النهاردة لما مفيش عربيات على مستوى العالم طب احنا دلوقتي بنشتك في ايه فخامة الرئيس قال كلمة جميلة جدا وانا بعيدها تاني وبعدها في كل اللقاء انت لو انت مش قادر بتاخد العربية ممكن عليك بالاستغناء مش العربية بس اي سلعة يعني اي سلعة قال كلمة بسيطة وعارف السهل الممتنع الغالية مش تروش ببساطة الغالية مش تروش او جننا اعمل بدائل او عمل بدائل حتى احنا ابدأ اوطن صنعة العربيات في مصر زي مقال سات الرئيس وابدأ ان انا اشتغل اكتر على موضوع تصنيع العربيات الكهرباء برضو زي مقال سات الرئيس يعني عمليا احنا ممكن حتى روابطة التجار كلها هنفترض انه ده لو عشرهم خدوا قرار انه هنعمل شركة واحدة وهنطلب ترخيص صناعة سيارات هنا وفي مصر سيارة كهربائية كذا في ملأة ملأة باذن الله في تسهيلات احنا عندنا في الربطة مصنعين على فكرة عندنا في الربطة مصنعين ومصنعين لمركات شهيرة جدا انا مرضو مش عايزة اقول عشان ايه انت بتقول دعاية اه ممكن اه طبعا طبعا احنا مصنعين عندنا في الربطة مصنعين وعندنا وكلاء وعندنا موزعين كل الفئات موجودة ولكن الوقت الحالي على مستوى العالم صعب جدا الجمهور الكريم لازم يفهم ده انا بنصح الجمهور باي فعلا 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 احنا في وقت حضرتك النهاردة لازم تساعدنا وتساعد نفسك الوقت اللي جاي صعب ويمكن يعني اعلى اعلى جهة في الدولة وضحت الكلام ده عدة مرات وفي عدة دقاءات والناس اللي بتقرأ التقارير بره هتعرف الكلام ده يا جماعة احنا محتاجين في الوقت الحالي يكون في درجة من درجات المرونة يعني لا تقف على مركة معينة ولا فئة معينة ولا لون معين من فضلك مليتش طلبك في العربية الزيرو شوف كسر الزيرو مليتش في كسر الزيرو شوف كسر كسر الزيرو افتح اي أبليكيشن بتاع بيع سيارات هتلاقي في عربية بتبدأ من 25 ألف جنيه لغاية 5 مليون جنيه انت بقى شوف نفسك انت اللي تنسب معك ايه مش لازم تركب اللي في نفسك قوي دلوقتي سلعة السيارة اصبحت سلعة استراتيجية سلعة اساسية ما يعاديش سلعة طرفهية زي Zambon يعني لازم تروح شغلك بعربية وتود والدك بعربية والخضار بتنيل بعربية والملابس بتنيل العربية ومنتجات المصانع بتنيل بعربية سلعة السيارة النهاردة سلعة استراتيجية هقول لك علي حاجة توصيف سلعة السيارة في في مصلحة الجمرك ان هي بتيجي كسلعة طرفهية او تكملية أنا شايفه توصيف غير صحيح طيب ممكن نروح للنقطة دي بس أنا عايز علشان مسألة إيجاد بعض الحلول اللي هيبقى من شاء أنها حل للتجار وبالطبيعة الحال أنه ده قد يعكس على السعر بتاع المستهلك وإنه بسأل دكتور طارق بما أنه المبادرة الرئاسية قادرة على تقديم العربية اللي هي بتشتغل بالغاز بسعر أقل إذن ده معناه أنه هل من الوارد أن أنا أوسع شوية نطاق المركات والأنواع اللي أنا باستخدمها في المبادرة الرئاسية وبالتالي أتوجه للتجار بطلب المزيد من هذه المركات فهيبقى أنا باخد مركات ممكن تبقى عالية خالص مش عارف ألماني وبريطاني الحاجات مثل كده مركات أقل شوية وصولا إلى المركات الصينية وبتخش على المصانع بتاعت التحويل بتاعتي خليها شغالة بالغاز أنا لو خدتها من الروابط أو من الربطة هيبقى فالحال اللي بشتري فيه عربية غير ما بشتري فيه ألف هبقى خلصته هو من كمية كبيرة جدا من العربيات ونشطت عملية البيع والشراف السوق ومن ناحية تانية أنا خدتها بسعر أقل أقدر أقدمها بيه للمستهلك أيضا بسعر أقل أصبح هو مش خسران والمستهلك سعيد هل ده وارد؟ يعني إحنا نقول بداية أن منذ بدء المبادرة وهناك تكلفات رئاسية بالفعل بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين والمواطن هنا مش المواطن بس اللي بيشتري عربية أو اللي عايز يعمل إحلال العربية لا أنا كمان الشركة المنتجة باعتبارها مواطن حلو ما هي شركة مصرية بيعمل فيها مصريين هي مستهدف بالضبط فبالتالي المواطن هنا هو المواطن اللي داخل يعمل إحلال عربيته والمواطن أيضا اللي هي الشركة اللي بتنتج هذه السيارة لهذا المواطن وبالتالي هناك بالفعل المبادرة مفتوحة لمشاركة أي شركات تعمل داخل جمهورية مصر العربية في مجال إنتاج السيارات المبادرة مفتوحة لمشاركتها ولكن هناك شرط أساسي بتضع الجهات الفنية والجهات المعنية إن منتج هذه الشركات لابد أن يكون محتوى يحتوي على منتج محلي لا يقل عن 45% وده في إطار زي ما سعدتك ذكرت توطين صناعة السيارات في جمهورية مصر العربية وبالتالي أي شركة مرحب بها أن تشارك بأي موديل وبأي نوع سيارة طالما أن يتغفر فيها هذا الشرط الفني وهو أن يكون بهذه السيارة مكون محلي لا يقل عن 45% طيب هنا نرجع مرة تانية أساس أسامي هل دوارد للتطبيق أساس مصر شارك؟ لا علشان ما عنديش كل المركات فيها المنتج المحلي 45% بعدة أسباب أول حاجة حتى يعني خلينا يكون يكون في شفافية بيننا وبين الجمهورية كما عتدنا زي ما حركة عتدت وزي ما عتدت مع أي تصريح عايزين نقوله يعني والجميع في أزمة عالمية إحنا نسأل نفسنا سؤال أعلى جهة في الدولة فخمت الرئيس لما أصدر قرار من 3-4 أيام باستثناء وإحنا عندنا مشكلة في التدبير باستثناء قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية تعال الفصل فخمت الرئيس عمل كده عمل كده على الرغم أننا عندنا عشان يتحرك عشان المصانع ما تقفش عشان المصانع دي ما تقفش طبع واستثناء هذه المصانع وجميع قطع الغيار لأن عربيتك النهاردة لمدير 2015 لو قطعة غير مش موجودة العربية توقف دي أزمة وحرك بتعاني وأسرتك بالكامل بتعاني وأسرتك 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 متخيل خطورة القرارة دي على الرغم أن تم اتخاذ القرار لإعتمادات المستندية ممكن إحنا عندنا مشكلة في استراضي السهلات بسبب ولكن لما نيجي المستلزمات الإنتاج اعتبرناها سلعة استراتيجية وتم استثناء القرار من الاعتمادات المستندية ماشي كده ده يؤكد لما تحس بنبض الشارع تبدأ تاخد قرارات وهي جزء الاستثناء فيها للصالح العام عشان كده أنا برجو من من برك في بعض القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة في قطاع السيارات محتاجة تراجع وما فيش حاجة عيب أبدا أبدا إن احنا نراجع القرارات دي عشان ما نزودش الأزمة في أزمة عالمية ناخد قرارات داخلية تزود الأزمة في أزمة عالمية ناخد قرارات داخلية تزود الأزمة دكتورة نيفين جامع لما النهارده استثنت العربيات اللي ماركونا في الميناء من قرار 9 وقالت إن النهارده سيتم الإفراج عن الثمانتاشر ألف عربية. ماشي كده. أنا برضو بقول قرار محترم. ومن منبارك بوجلها الشكر. ماشي. لأن النهاردة منين السوق مفوش عربيات. والعربيات الأسعار عمالها تزيد وتقفز بصورة قوية جدا. وإحنا عندنا عربيات مركونا في الميناء جماعة. يعني إزاي بجد. يعني إحنا عايزين دايما متخز بقرار. زي ما قلت الحركة دا. نديتك مثالين محترمين جدا جدا جدا. ناخد بالنا من الحاجات دي. المبادرة نفسها النهاردة. يعني برضو يعني فعلا محتاجين أنه هم يزودوا. يزودوا اللي يدخل من العربيات. ويزودوا مشاركة المصانع ويزودوا. بس زي ما الدكتورة تفضل. لها شروط ولها ضوابط. طيب. الوقت الأسف الشييد خلص وبالتالي الحلقة خلصت. أنا حب أن احنا نعود أكتر. وأحب أنه كمان يكون. لأنه كان المفروض النهاردة كان هيبقى فيه مؤتمر مهم جدا. ها يعملوا جهاز حماية المستهلك بس أجل. فأنا هبقى منتظر أن المؤتمر ده يتعمل. عشان يشوف المخرجات بتاعته هتبقى عاملة إزاي. ونبدأ تاني ناخد المناقشة في إطار مخرجات هذا المؤتمر. بالمناسبة احنا كنا في اجتماع مع حماية المستهلك خمس ساعات ونص. أول همبارح. وطبعا على رأسه المهندس أيمن حساب الدين راجل محترم. وراجل راقي ومطلع. وإن شاء الله يكون خلال الأيام القادمة إن شاء الله فيه أخبار كويسة. يا مساهل الحال. أنا بشكرا جدا ساتة المستشار. كل شكرا ساتة المستشار أسامة أبو المجد. كل شكرا ساتة للدكتور طارق عوض نورتنا وشرفتنا فندم. شكرا جدا لحضراتكم. هنقابلكوا إحنا إن شاء الله الأسبوع الجاي نكلنا العمر في برنامجكم التاسعة. ما تروحوش في أي حتة على الإطلاق لأنه كريم رمزي قدامي آهو. أدخل يا كيمو برقم عشرة ولا يهمك حاجة خالص. سلامت.